موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وحييكم في هذا البرنامج الخاص بفعالية المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار الذي نظمه مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في مملكة البحرين نظمه تحت شعار تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز ريادة الأعمال والابتكار مشاهدين الكرام تمكن المنتدى من جمع المئات من رواد الأعمال من شتى أنحاء العالم علاوة على حضور مسؤولين وممثلين أيضا عن منظمات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليشكل فرصة ذهبية للمشاركين في تبادل الخبرات وأيضا فتح الأسواق ومجالات التعاون بين المشاركين الذين يتقاسمون هما واحدا وهو تحقيق دور فاعل للمبادرين والرواد في الوصول لأهداف التنمية بداية اسمحوا لي أن نرحب بضيوفي في البرنامج عفيف برهومي خبير ترويج الاستثمار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو أهلا وسهلا بك سيد عفيف وأيضا الأستاذ هدى جناحي سفيرة رواد الأعمال أهلا بكم وشاكرين حضوركم معنا قبل أن نبدأ الحوار مع الضيوف نتابع هذا التقرير مشاهدين الكرام عن المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار بعده نعاود الحوار انضلق في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات المنتدى العالمي لريالة الأعمال بما يمثله من تجسيد لصور التعاون بين المنظمات الأممية والشباب العالمي سعيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو أطلق المنتدى بهدف تسليط الضوء على فرص التعاون والتنسيق بين الشباب العالمي فيما ساهم صندوق العمل تمكين بإقامة المعرض المصاحب الذي أتاح المجال أمام رواد الأعمال البحرينيين لعرض أفكارهم وإبداعاتهم والتواصل مع نظرائهم العالميين يهدف المنتدى العالمي لريادة الأعمال لتسليط الضوء على دور رواد الأعمال والمستثمرين ونشاطاتهم المختلفة وفتح المجال أمامهم للتعرف على سوق الاستثمار العالمي وبحث فرص التوسع لرواد الأعمال البحرينيين والانفتاح على الأسواق العالمية وما يترافق مع ذلك من ضمان مشاركة ومساهمة متكاملة ومستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من قبل القطاع الخاص في مملكة البحرين أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام بداية أبدأ مع ضيفة هدى جناحي هدى كونك سفيرة لرواد الأعمال ما الذي يمثله انعقاد مؤتدى ومؤتمر بهذا المستوى في مملكة البحرين لرواد الأعمال الموجودين هنا أول شي أحب أشكر تلفزيون البحريني تحت لي الفرصة بي أكون في الستيديو وثانيا أحب أشكر الأب الروحي أنا سميه صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان الذي أقام المنتجة تحت رعايته وهو ضم ألف رائد عمل من أنحاء العالم كامل سواء أفريقيا وآسيا وأوروبا أنا سميته يعني عرص البحرين بسبب اللقاء كان يسمعون عن النموذج العربي البحريني لكن الحمد لله شوفوه على أرض الواقع على السنتين التوالي اللي هو في 2015 و2017 نعم طيب السادة عفيف بالانتقال لك وكونك يعني في الأمم المتحدة وأنتم تدعمون هذه الجهود خصوصا لرواد الأعمال لو تحدثنا عن دوركم كمنظمة عالمية في دعم رواد الأعمال ودوركم في هذا المنتدى بالذات مكتب النظمة الأمم المتحدة للتلمية الصناعية فتتح في مملكة البحرين سنة 1996 نحن صنع أكتر من 20 سنة نعمل في مملكة البحرين لترويج الاستثمار إلى البحرين ومن البحرين إلى خارج البحرين فبعد سنة من سنتين أو ثلاث سنوات من العمل في ترويج الاستثمار تضح لأنه هناك ضرورة لخلق فرص عمل وإيجاد التمكين الاقتصادي للشباب فبدأت اليونيدو العمل على البحث عن آليات لتنمية ريادة العمل ومنها انطلق سنة 1999 ما يسمى عليه اليوم عالمياً بالنموذج البحريني لريادة العمل والاستثمار وهذا البرنامج أو هذه الألية تطبق حالياً في 52 دولة في العالم انطلاقاً من البحرين ومن خبراء بحرينية فإطار وضع في 2014-13 بلشنا ننطلع نشوف كيف ممكن نربط هذول رواد العمل سوية اليوم عندك جات من مجموعة كبيرة من رواد العمل في كل أنحاء العالم كيف ممكن أن تتواصل فتم عقد المؤتمر الأول سنة 2015 بتعت رعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء ونعمل المؤتمر الأول وأطلق ما يسمى بوقتها إعلان المنامة ريادة الأعمال للتنمية للتنمية تماماً واعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقتها ومن المخرجات أو الإعلان كان إنشاء سكرتاريا دائمة في مملكة البحرين للمنتدى العالمي لرواد العمل فهالسنة من 2017 نظمنا هذا المؤتمر في كمان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء وبمشاركة ما يفوق الألف رائد عمل من 90 دولة والحق يقال أنه 70 إلى 75% من المشاركين هن من النساء نسبة كبيرة نسبة كبيرة جداً وهذا خبر صار للسيدات فالجارب نعمل من خلال هذا المؤتمر أنه نعرض على رواد الأعمال ما هو المستقبل في موضوع ريادة الأعمال والتمكيل الاقتصادي والتطوير والتحسين مشاريعهم القائمة وبنفس الوقت نربط نجرب يعقدوا صفقات ثنائية ما بين بعض فهو بالجهة منه تثقيفي تعليمي للمستقبل وبنفس الوقت كيفية كيف ممكن نطور مشارينا ونزيد الربحية تعتنا والربحية إذا أنا في سياق ما أذكرها للساد عفيف وتشكيل النساء لـ 75% يعني نسبة كبيرة من رائدات الأعمال هم من النساء الحمد لله أنا الشرف يعني في ذي شيء وقلت يعني في البداية أنه شوفوه على أرض الواقع أنا من النساء الأوائل اللي أول سيد التحقت ببرنامج اليونيدو وكون الفصل كل رجال فيعني كون أن لي يعني مستحين أنظم فهما أصاروا أن أكون مع الرجال فكنت الأول أمر أنظمتي إلى البرنامج والحمد لله أقل بجوائزي أكون المرأة الوحيدة بين تقريبا ما يقل عن 20 رجال جيد هذا ندل يعني يدل على تفوق المرأة البحرينية بشكل خاص ولكن لو تحدثين عن تجربتك أنت الشخصية مع برنامج الأمم المتحدة اليونيدو وشي اللي أسهم هذا البرنامج في تطوير الذات لديكم أنتم كرواد أعمال أنا أعتبر برنامج اليونيدو هو لي نقل من المحيط الأقليمي للمحيط العربي إلى العالمي يعني بخطوات متسلسلة مثل ما يقولون بديت معهم من مشروع واحد لأحين تقريبا أقلب يعني المجموع مشاريعي تقريبا 26 نشاط بس تحت مضلة تقريبا خمس شركات أنا يعني الحمد لله يعني بديت مثل ما يقولون من احنا نقول لله شيء يسمونه اللي بدون رأس مال حين تقريبا الحمد لله الحمد لله يعني أول خذوني من أول الرواد الأعمال اللي اعتبروهم فروم انتربرنيور تو مليونير تذكى في الفين و تقريبا ستة لقابلنا صاحب السمو الأمير خليفة بالزمو مثل ما ذكرتك هو الأب الروحي وذكر قال لي كان الميوم سلامت عليه قال لي أنا أفتخر تكونين المرأة الوحيدة بين هذي الرجال وأنا أحب أشجع كل بحرين يحاول يطور من نفسه وأنا من ذو كل وقت الحمد لله ما خيب يعني مملكة البحرين وسنويا أستلم جواز عالميا أستاذ عفيف يعني أنتم كيونيدو كيف تنظر بشكل خاص إلى انصح التعبير بيئة الأعمال في مملكة البحرين يعني أقبال رواد الأعمال على المحاولة للاتحاق مثلا ببرامجكم محاولة الاستفادة كيف تلمست ذلك هنا في مملكة البحرين أنا انتقلت إلى البحرين في العام 2003 فصلني في البحرين فترة طويلة البحرينيين والشباب البحريني يختلف عن باقي العالم العربي الانفتاح موجود مفهوم ريادة الأعمال حب المغامرة حتى البحرين كونه جزيرة وعنده تاريخ طويل في اللؤلؤ هذا كله يتطلب المخاطرة وريادة الأعمال تتطلب مخاطرة قبول المخاطرة صحيح فالشباب في البحرين نحن بعرف يعني من 2003 إلى اليوم نحن من خلال برامج تمكين رواد الأعمال في البحرين استهدفنا أكتر من 8500 رائد عمل من إنشاء مشروع أو توسعة مشروع قائم بالإضافة إلى نفس الوقت أنت اليوم لا تقدر تنمي رائد عمل أنت بحاجة لشبكة تاعمة الإيكو سيستم الإيكو سيستم اللي موجود في البحرين من خبرتنا وتطلعاتنا وتجربتنا بعدد من الدول لا نظيرة لها أنا كان إلي الفخر والشرف أنه مثل اليونيدو بتنمية برامج ريادة الأعمال في العالم من سيرليون إلى بعض دول الأفريقية والعربية إلى الصين مؤخراً كنا بتركيا وبروسيا لا يوجد إيكو سيستم متماسك متكامل مثل اللي موجود بالبحرين وحتى لما نحن نروح بره ونحكي بالبحرين بيصير هيك بقولوا لك فينا نجي نعيش معك ونون أنا حقلك قصة وقعية حدثت معي اليوم الصبح اليوم كلمني شخص يعمل في مركز المستثمرين اللي عندي رائد عمل موجود عندي بلستاجي الشركي حالياً فأنا عم جاري بساعد بقولوا فريقوا كتير مني فهذا بفرجي أنه البحرين مستضيفي لريادة العمل ليس فقط للبحرينيين ولكن لخير البحريني يقدر يستثمروا بالبلد ويقدر يشتاحوا مشاريعاً ويطامدوا أستاذ عفيف بعد موجودك بالخير أنا دائما نقول حق رائد العمل أنت يعني محتضن من جميع الجهات يعني تحس سابورت برعاية وفيك أيوة يعني من جهات ثقيلة نحن نقول اللي هي الوزارات اللي هي تمكين المجلس الأعلى للمرأة فدائما نقول حق رائد العمل ترى مو عندك أي مثل ما تقول أنا عندي مشكلة خلاص مبتدي لا لأنه أكبر الجهات قاعدت تعطيني فيه واللي هو صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمون اللي هو أهم شخص فيعني لا تقولون أن نحن ما بنبتدي يعني فيه تسهيل حق العقبات اللي تواجه المبتديين تواجه رواد الأعمال أنت الآن أستاذ هدى لو رجعنا للحديث عن المنتدى والمؤتمر اللي صار شلي مثل لكم من ناحية يعني وجود عدد كبير من الأرضين رواد الأعمال الالتقاء في منصة واحدة يعني بلا شك هناك يكون فيه تعارف بين رواد الأعمال فيه حديث عن آخر ما توصلوا له مثلا من أفكار من أي شيء يخص مثلا ريادة الأعمال أنتوا هذه المنصة شو تمثلكم؟ وجودكم مع عدد كبير من رواد الأعمال أنا مثلات لي ويد شيء كبير لدرجة أن يوميت في موقع اليونيدو يوني طلبة صغار توهم مبتدئين فتقول لي أنا أنا ترى سمعت قصتك وببديت البزنس أنا حين عندي ثلاث شركات اللي هي صاحبة شركة معراض سمو فهي طالبة صغيرة وتقول لي من سمعت قصتك شو أنا بديت يأتني طالبة ثانية تقول لي ترى أنت الرول موديل مولي وأنت من سمعت قصتك والتحديات اللي وجهتها ترى صارت كل عندي الصعوبات والعقبات شي سهل أو قل شوفوا هدو جنوحي شنو كانت العقبات والصعوبات اللي وجهت لها كان هي وصلت 16 سنة حين فهذه الأمثلة هي كونت حيج الدوم عيني واجف راحت يعني من كل جهة يعني أقل من كم عورض عندكم متين يعني طالع الجهة اليمين والجهة اليسار صناعات أقضية مشاريع صغيرة متاومبادين المشاريع اللي من البيوت يعني تمكين مقصرات سابورت خلت رواد الأعمال اللي هما يعني بصورة راقية وعاصرة يعني خلت الواجهة حق اليو والرواد الأعمال العالمين يطلعون البحرين بصورة غير فيعني هذي الشعور تتحسه وانتدواق القوعة جميل أهدان أستاذ عفيف يعني أنتوا رعايتكم لمثل هذه المنتديات بلا شك تهدف لعدة أهداف لو تحدثنا عن لو جزء بسيط من هذه الأهداف خلينا بس أرجع سريعاً وراء شوي الشهيد اللي أعطيت ليلى البحرين في محفل دولي هو المؤتمر العام لليونيدو وتكريم سيد صاحب الجلالة الملك حمد بدوره في التمكين نحن لا نستطيع أن ننمي رواد أعمال إذا ما فيه توجه حكومي ورعاية من القياد البحريني دايماً التوجه اللي بيجينا نحن من كل الأطراف في البحرين المسؤولين وكذا ما تشتغلوا بس في البحرين طلعوا كل شي لبر خلي ناس تستفيد فبرامج ريالة العاملة نحن عم نعملها في العالم عم ترفع اسم البحرين فهذه شهيدة عالية جداً مش على مستوى اليونيدو أو على مستوى البحرين على مستوى العالم الأهداف اللي نحن عم نسع من وراها من خلال هالمؤتمر ونحن هالسنة بالمنتدى ركزنا على ثلاث محاور أساسية أولاً هو المرأة في الصناعة المرأة في الصناعة على مستويين المرأة التي تملك صناعة وكيفية تطوير هذه الصناعة والمرأة التي تعمل في الصناعة يعني في كتير سيدات موظفين في مصانع لا يتقاضوا من الرواتب الجيد أنا ما عم نحكي عن البحرين نحن هذا المنتدى نحن عم نحكي على مستوى العالم نعم وهالسنة اللي عملناها بالمنتدى ركزنا على أفريقيا نعم على الدول الأفريقية فكان عنا مشاركة من 25 مسؤول من الدول الأفريقية عن كيفية تمكين اتصادي للمرأة في الصناعة أولاً هذا المحور الأول محور الثاني كان على موضوع طريق الحرير واللي صار خلال المنتدى أنه تم توقيع اتفاقية مع منظومة الأمم المتحدة لطريق الحرير ومكتب اليونيدو في البحرين لوضع سكرتاريا لاتحاد رواد الأعمال مدن طريق الحرير فاليوم التي طريق الحرير من 65 بلد مكتب اليونيدو في البحرين سيعمل على ربط هدول رواد الأعمال سوية هذا بيؤدي إلى مدخيل إضافية لرواد الأعمال البحرينيين وغير البحرينيين المحور الثالث والمهم أيضاً هو موضوع أثر الاستثمار اليوم في شيء اسمه المسؤولية المجتمعية هذا المفهوم يضمحل شوي شوي اليوم نحن عم نروح بشيء اسمه أثر الاستثمار اليوم أنا مولت رائد عمل بألف دينار ارتفع مدخوله 200-300 دينار هذا الشخص اليوم صار يأكل أولاده أحسن صار يروح على مدارس أحسن صار يروح عن طبيب أحسن فهذه لها أثر ملتبلاير افكت هذا يتسمى تنمية مستدامة تماماً تماماً فأنت اليوم لما تنمي رائد العمل عم تنمي هو وعائلته ونحن مجتمع مسلم أنت بتعمل المال مش بس لنفسك للمجتمع تاعك فهذا يصب تماماً في موضوع أهداف تنمية المستدامة كيف لك تحكي عن موضوع؟ لما أن مكنك اقتصادياً اعتمادك على الدولة يخف اعتمادك على وزارة الصحة وغيرها على المصاريف يخف فهذا هو أثر الاستثمار فهذه المحاور الأساسية الثلاثة هي أبرز الأهداف بالعودة إلى حديثك عن طريق الحرير يعني هناك حديث عن طريق الحرير البحري والبري ما الفرق بينهم؟ في طريق بحري كانوا يجوا من البحر عن طريق البحر مروراً في البحرين ويطلعوا من البحرين إلى الدول أنا ما عندي خبرة طويلة لا حطينا في القريطة بالطريق الحرير ولكن الطريق بحري كانوا يجوا من طريق البحر وكانوا يجوا من طريق البر ولكن بموضوع طريق الحرير وهذا موضوع مهم جداً لما أطلقت منظومة طريق الحرير بنوفمبر العام الماضي رئيس ال وهني أطلقوه من مدينة اسمها تلقب بالزيتونة فلما رحنا على الصين نقول لهم ليش اسم تكون الزيتونة تو ما تكون زيتون قال لأنه العرب جايبوا لنا الزيتون والصحابي سعد بن أبي وقاص مدفون في هذه المدينة فبالك نحن دخلنا الإسلام مش عن طريق الحرب دخلنا الإسلام عن طريق التجارة يجو التجار المسلمين يبيعوا بضاعة ويشتروا بضاعة كانوا معروفين بالأماني وبالإخلاص يقفوا يصلوا فقولوا أنت شو عم تعمل؟ يقولوا أنا عم نصلي وكيف تصلوا؟ شو هالموضوع؟ حتى دخول الإسلام يجو عن طريق الحرير وعن التجارة وليس في الحروب بضصن الزيتون تماما ريادة العمال تماما ريادة العمال لها أدوار كثيرة تماما سيدة هده كيف تنظرين للتنافسية بين رواد العمال؟ هل هي بشكل إيجابي منمي لقدراتهم لأفكارهم؟ أكيد أم هي جانب سلبي ربما قتل؟ لا جانب سلبي أنا دائما أقول هاي في كل مكان تشوفها اللي على طول تشوفها سلبي في حيات العودة في حيات العملية في أي حيات هو سلبي لكن أنا دائما محب أذكر ذي الأشياء لأنها تكلم عن الشيء الجانب الإيجابي؟ أيوة يعني أولا ثقافة ريادة العمال يعني من 2001 أنا أتذكر أني أتقدم حق البنوك حق قروض كانوا يعني يستنكروننا أن أنت هي حق قروضة بزنس فيعني دائما أقول حق اليديدو أشكركم على ذي الشيء اللي هو عدلت ثقافة ريادة العمال خليت البحريني يفتخر لني يقول أنا رائد عمل يعني يوم ناس يقولون أنتوا مب سيدات العمال ترود عمال يعني أنتوا شوية أقل درجة الأقل بس أحين الأمم المتحدة اليونيدو خلوا كل البحرينيين يبون يفتخرون أنهم يبتدون البزنس ومشاريع ففي تنوفس هذه نظافة في التنوفس هو هو اللي تحس تزدياد في عدد ريادة العمال وهو هذه الإيجابية في التنوفس فهو هذه اللي ينذكر السيد عفيف تكلمت عن النموذج البحريني في ريادة العمال هل تم الاستعانة به أو تطبيقه في ربما بلدان أخرى في المنطقة على المستوى الأقليمي أو العالمي؟ نعم نموذج يطبق اليوم في 52 دولة في العالم جميل من سيرة اليوم غرب أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية إلى الدول العربية إلى الصين اليوم بالصين في عنا 300 مركز واللي حضر المؤتمر شايف عدد الوفد الصيني كان تقريباً 50-55 شخص نعم وعلى رأسه رئيس اتحاد رواد العمال بمدينة شنزين بالصين اليوم حالياً نحن نعمل مع الهند في إنشاء 100 مركز لريادة العمال والابتكار تطبيقاً لتوجهات رئيس الوزراء الهندي بموضوع ريادة العمال والابتكار اليوم الصين الهند تتوجه في هذا المجال حالياً بدأنا في روسيا من أسبوعين كنا في تركيا تركيا من أكبر دول أو من أقوى الدول في تمكين المؤسسات صاروة متوسطة تصور أن الأتراك اللي كانوا مثال أتوا إلينا وقالوا نحن نحن هذا اللي انتم عم تحكوا فيه نحن معنا نحن نحن معنا مؤسسات كبيرة نحن معنا ريادة العمال بالمفهوم تاكن والدليل على ذلك أنه نائب رئيس مؤسسة كوسكاب اللي هي مثل تمكين في تركيا حالياً موجود في البحرين اسمه علي رجب أردوغال لنقل أليت اليونيدو لتنمية ريادة العمال على نفس الألية تاعت النموذج البحرين قبل قصة ثمرين أترك قبلوني أمس عن هواي القصة بعد ترى أنا وعافيف دائماً في المحوف العالمية نمثل ريودة العمال تذكر يمكننا في ميلون ونتكلم بالأقمار الصنوعية تصور نموذج بحريني يتكلم حك كون العراق وأفقانستون لأن الدول عندها حرب وما تقدر تستقطب في البرنامج تم نقلها على طريق الأقمار الصنوعية تصور ونحن في وين في بلدة أجنبية طالبة من الأمم تحلل نموذج بحريني يعرفونا فذي تحس هنا الإنجاز اللي فيه ريودة الأعمال يعني هذا شيء جميل وشيء إيجابي وانتي كرائدة أعمال تم تكريمك ربما في عدد من المنابر لو تكلمين عن دور الأمم المتحدة وبالذات اليونيدو في تكريم رواد الأعمال ارتقابهم شل المحافل الدولية اللي عالقها في الذهن وشكلت بصمة بالنسبة لتو اليونيدو عندما نحب أقول اليونيدو هما خلوني يعني مثل ما يقولون أول شيء علموني التمكين الاقتصادي شنو للمرأة وعطوني الثقة اللي هو في نفسي يعني في بداياتي كنت حتى كنت أستح وتكلم كالمة واحدة فيعني هما مو بس يعلمونك البرنامج هما حتى يبنون فيك الثقة ويخلونك أنت تشيق طريقك في الاقتصاد يعني بثقة نفس عليا فليونيدو من أول خطواتهما يكونوا معاي لي أذكر أول جاء إذا حصلت عليها كان أول برنامج يطلق الشيخ محمد بن راشد المكتوب اللي هو يكرم رواد الأعمون أنا كنت في أول برنامج أو تكرم في 2005 واللي ينيدو أهما اللي يختاروني مع بنق البحرين التنمية والحمد لله فست المركز الأول اللي ينيدو رشحوني في الأردن جائزة كل شي كبيرة اللي هي بين شمال أفريقيا ودول الشرق الأوصل وبين كان 18 رجل لدرجة اللي يامي يقول لي من أنت فقلت لأونا هودا جانوحي صحبة شركة صغيرة قلت تعرفين من ذلين الرجل اللي ياماتش قلت لأو قلت ذلين أكبر مليونيريات الوطن العربي فإحنا لنا الشرف اللي تكونين هؤل ينيدو هما يسوه هؤل يسوه حق المرأة اللي هي ابتدت من نحن نسمي الصفر لأحين شنوص جميل إذن أستاذ عفيف يعني في حديث الأستاذ هدى عن دعمكم وأيضا ارتقاكم بالإنسان وتطوير الذات وزرع الثقة نبغي نتكلم بصورة مفصلة عن الدعم اللي يتقدم يونيدو للرواد الشباب بشكل مفصل ريعت شوف اليوم أنت اللي تقدر تنشئ أو توجد رائد عمل أنت بحاجة لرائد عمل جيد عنده فكرة جيدة فدورنا نحن عادة هو مساعدة تدول الشباب من وين ممكن نحن نجيب أفكار مشاريع اليوم تمشي بشوارع العالم الدول العربية وغيرها في خمس محلات شوارمة في عشرين محل فأنت اليوم هاو يو دول الكريتيفة الإبداع تعرائد العمل فنحنا اللي بنشتر عليك كثير معروات العمل هو الخدمات غير المالية تمويل موجود وكل هشالات موجودة ولكن نحن من وين ممكن نجيب أفكار مشاريع شو الفكرة اللي بتناسبك في فكرة ممكن تناسبك ما تناسبني أنا في شو وضعه الاجتماعي أنا عندي يمكن مسؤولات مش اجتماعية أكتر منها فأنتي نسبة المخاطرة تاعتك تكون أعلى من نسبة المخاطرة تاعتك بنفس الوقت نطلع على الموضيع شو منعلي بالتسويق العملي الواقعي مش اللي درسني في الجامعة رواد الأعمال وهو وقت نموذج التدريس ييب رائد العمل على أرض الواقع فرائد العمل يأخذ التدريب يشوف شنو حداث الذي يسمون قصة واقعية على النظري يعني قابلك مو عندهم نموذج أحين لأصور كل يوم يبلهم وطلع الرواد بشكل يعني عملي يعني يشوف موصول ذكره بشكل أسئلة أنت وهو جدامك شنو حداث لها شنو صور لها أكوهما احنانين ينيدوا وأهما ذلين المتدربين مو عن رائد العمل فهذه القصص الحيئة هي اللي تفيد طير بعدين تطور برنامجنا يعني نحنا ما بلشوا ببرنامج لأنه صاروا رواد الأعمال هني يجوا يساعدوا رواد أعمال تانين فنحن برنامجنا مبني على خمس مراحل سريعة جدا إعداد وتمكين رائد العمل تحضير رائد العمل اللي يكون رائد العمل واللي يدخل فيها مدخلات التسويق المحاسبة وغيرها تقديم المشورة رائد العمل لازم ياخد قرارات هالقرارات لا تبنى على حاسسني بالمصطلح البحرين شو حاسسني قلب لازم علمية محسوبة بعدين المرحلة الثالثة هي ربط المالي اللي موجود جدا في البحرين وبكثرة من وراها آلية الاحتضان يحتضان ويبدأ تنفيذ مشروع والمرحلة الخامسة هي النمو ولكن الآلية هاي تطورت بشكل أنه جزء كبير منها بيقدمها رواد أعمال مش بشكل تطوعي طبعا بشكل تطوعي طبعا هده من المتطوعين اللي ما قدر أرفض لهم أمر أقول لهم سابعان وطوعا بناء على ما تم تقديمه بالرعاية ومن اهتمام طيب أنتم أيضا في اليونيدو هل تقيمون رواد الأعمال شخص أتى وتقدم شخص ألف أتى وتقدم بفكرة والشخص بار أتى وتقدم بفكرة هناك الجاد وهناك أيضا من يعبث وهناك من يعني يجرب فأنتم كيف تقيمون رواد الأعمال شوف هو ما فيك تقيم رواد العمل اللي بيصير بيصير مقابلة بس أنا أقول لك صراحة بالألفين وثلاثة وقت المأجيد كان فيه نوع معية من رواد الأعمال اليوم رواد الأعمال اختلفوا بوجود تمكين بوجود التغطي بوجود البحرين وبجود كل هالجهد لريادة الأعمال تغيرت الأشخاص يعني أنا لك كنا قبل مثلا يقدم مئة شخص تلاقي عشرين واحد جد اليوم بقدم مئة وخمسين مئتين ما فيك تقولون لا كلهم عندهم أفكار واضحة ليش لأنه نحنا طورنا إليه ريادة الأعمال غير عن اليونيذور يعني ما بس ماشينا بالمركز رحنا إلى الجامعات رحنا قصص النجاح فصرت أنت لما تشوف شب شبك تعمل بعد أربع سنين لك أنا راعد عمل أنت موين تعرف راعد عمل بل لك أنا بعرف أنا سمعت أنا شفت دون ما نحن شفت رأس فكل هاي غيرت الثقافي كليا في البحرين جميل فما أنت بحاجة واللي بروح حصل له الفرصة يزور المعرض فيه متين راعد عمل عارضين هدول لا يشكلوا الثليجي 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 لدينا كميات ضخمة من رواية الأعمال في البحرين وخارج البحرين ولكن بيفرجيك نمو ومشتوى الشباب في عنا شباب حتى شخص من بيت جناحي عنده غواصة عم يبني غواصة لنفسه في تركيا هو معتمد من الجيش الأمريكي والبريطاني والنيتو لتقديم خدمه قصص النجاح ضخمة جدا جيد وممتاز أيضا سادة هدولة قبل الختام نبغي رسالة توجهنا للشباب ويعني ش اللي تحثين به الشباب في ريادة العمل أنا أحثهم أول شي إن توكلوا على الله لأن عندكم الأرض الخاصبة وعندنا اللي هي مملكاتنا الحبيبة اللي محتاضنا كل رواد ورائدات الأعمال في نفس المستوى يعني مو عندهم لا تمييز ولا عندهم يعني يقولون لا توكل على الله أنا دائما نقول حك ريادة الأعمال سادة عفيف كلمة للشباب دوركم ما الذي تقدمونه للشباب باختصار أنا هقول كل من الشباب بس بدي أختصر بكلمة سريعة نحن فخورين جدا ونعتز إنه المنتدى العالمي لرواد الأعمال بدأ كمشروع لليونيدو والبحرين واليوم أصبح منتدى للأمم المتحدة اليوم صباحا سلمنا إعلان المنامة لرئيس الأمان العامة للأمم المتحدة مستر ميروسلاف لديج صباحا فهذا المنتدى ما بقى منتدى لليونيدو والبحرين هذا صار منتدى للأمم المتحدة مع البحرين نعم فهذا فخر وهذا اعتزاز وهذا شرف لأنه صراحة ترى وراء كل هذي الانجازات يعني شخص شخصين لا شخص واحد لا والله يعني هذي مذكر نولي هو الدكتور هو شباحسين وهو احنا نسمي الدينماو ليونيدو لأنه يشتغل ليله نهار وكل هذي يعني اللي يستقطبون البحرين اول في اي محفل لريادة العمال اهو مشتغل عليها مع عفيف في ذي شيء الله يعطيكم الصحة والعافية انا سعد جدا بحضوركم وتواجدكم ايضا بتبادل اطراف الحديث معكم اضفتوا الكثير ان شاء الله نشوفك من رواد العمال ان شاء الله نعمل ذلك اذا مشاهدين الكرام في الختام لا يسعني لا نشكر ضيوفي وضيوفكم عفيف برهومي خبير وايضا السادة هدى جناحي سفيرة رواد العمال كما اشكركم ومشاهدين على طيب المتابعة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة